خلينا ناخد من الكلام بتاعك أحمد شهاب النادي الأهلي ما كانش فيه أفضل حالاته خلينا أسألك إيه اللي ممكن نتوقعه أنه يتغير في مطش بكرة بالنسبة للنادي الأهلي يمكن جزء كبير تكلم عليه أحمد من شوية على فكرة تركيبة الفريق نفسها على مستوى التشكيل على مستوى التغييرات والريتيشن اللي أم بي كولر قبل المباراة وكان دماغه وتفكيره راحة لمباراة النهائية ممكن هو آه كان يدي فرقة السراميكا احترامها بشكل كبير لكن العناصر واستخدام العناصر داخل المباراة ما أظهرتش قوة النادي الأهلي الهجومية المعتادة النادي الأهلي افتقد كتير من شخصيته داخل المباراة وشخصيته الهجومية افتقدها بشكل كبير وده إحنا شوفنا تتكلم أول ثلاث أو أربع دقايق بالضبط اللي اشتغل فيه من الأهلي على المستوى الهجومي بشكل جيد وبعد كده الفرقة تراجعت بشكل كبير والأهلي تقريبا بيلعب تحت الكورة وفرقة السراميكا بدأت تسيطر على الجيم فالأهلي ممكن فاقد هويته الهجومية مع كولر اللي كانت معتادة في الآخر موسمين واللي حقق من خلال أهليها تقريبا كل البطولات اللي شارك فيها الفريق لكن بعد خسارة الأهلي أمام الزمال في الصبر الإفريقي وضعت ضغط كبير جدا على مرسل كولر هو كان متحرر من الضغط ده مع الجمهور بالذات مع جمهور النادي الأهلي اللي ما بيقبلش غير بالفوز ممكن تبقى كذبان كل حاجة وبتخسر مباراة فبينتقل الضغط على المدير الفني ومجلس الإدارة واللعيبة نفسها يمكن الجمهور ما بيغفرش للعيبة خسارة أو خسارة لقب وانت ممكن تكون كذبان وصدر بعض وهو مرسل كولر أصلا قالها في مؤتمر الصحفي بالجلس نادي الأهلي المطالب اللي أنت تكسر في كل وقت الجمهور بيقبل بخسارة مباراة أو بطولة دي حقيقة يمكن الشكل اللي خلى النادي الأهلي يظهر بالمستوى السيء ده قدام سيراميكا هو اللعبة في تركيبة وسط ملعب النادي الأهلي اللي يمكن تقريبا كانت أميز حاجة داخل النادي الأهلي في آخر موسمين مع كولر بداية ما كان حمدي فتحي موجود مع السلية مع ديانج بعد كده التركيبة دي تغيرت بوجود مراوانة عطية بعد كده استمر السلية وحمدي بعد كده احتراف حمدي ودخول إمام عشور ودخول أفشة في بعض الفترات فالجزئية دي أو منطقة وسط ملعب أو تركيبة السلاثة بتاع وسط ملعب النادي الأهلي يمكن بديده الأفضلية دايما تجيت قدام سيراميكا غيرتي التركيبة دي بتجيب لعبة بعيدة جدا عن المشاركة زي كريم نيدفيدو بتلعبه في مركز من الصعب على كريم وقدرات كريم إنه هو يلعب في مركز 6 لعب مش شرب لعب مش التحاماته مش قوية ما بيقدرش إنه يستعيد الكرة بشكل جيد ما بيغطيش مساحات جاري كتير جدا بيتلعب أكرم 8 يمين وده يمكن المركز المعتاد عليه في الفترة الأخيرة إمام كمان انت خدته زي ما جاهر يتكلم في الجزئية دي اللي انت لعبته جناح شمال وهو بقاله أكثر من 3 أو 4 مواسم تقريبا ما لعبش في المكان ده ولما بيلعبه بيلعبه في جزء من المباراة لما بيحصل تعديل أو بيحصل تغييره من المدرب ممكن ينزل لعيب في وسط الملعب وياخد إمام يحطه في الطرف الشمال ويعتمد عليه في جزء من المباراة لكن مش مباراة كاملة وطبعا ده أثر بالسلب على الشكل لجوم لنادي الأهل انت تقريبا ما شفتش جملة واحدة فنية لنادي الأهل لا في تحولات هجومية ولا في بناء اللعب ما نهيك بقى عن اللي انت افتقدت كمان في المناظر بالزبط هنتكلم على خط ظهر نادي الأهلي شكرا